اشتركوا في القناة كل كتابة على شكل AX زائد B تساوي 0 تسمى معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد هو X هنا نحل المعادلة AX زائد B يساوي 0 في حالة إذا كان A يخارف 0 فإن المعادلة لها حل واحد هو ناقص B على A أما إذا كان A يساوي 0 وB يخارف 0 فإن المعادلة ليس لا حل لأنه لا يمكن أن عدد يخارف 0 يساوي عدد يساوي 0 إذا كان A يساوي 0 وB يساوي 0 فإن جميع العدد الجذرية حلول المعادلة إذا كان A يخارف 0 وB يساوي 0 فإن حل المعادلة هو 0 أمتدى 2X زائد 7 يساوي X ناقص 1 لدينا 2X زائد 7 يساوي X ناقص 1 ذكافي على التوالي 2X ناقص X المجاهل توضع على اليسار والأعداد الصحيحة توضع على اليمين إذن X يساوي ناقص 8 إذن حل المعادلة هو العدد الجذري ناقص 8 ملاحظة عندما نحول الأعداد المجهولة من اليمين إلى اليسار نضربها في ناقص 1 والعكس الصحيح عندما نحول الأعداد الصحيحة من اليسار إلى اليمين نضربها في ناقص 1 هنا مجموعة من الأمثلة للحالات التي درسناها في القاعدة 2X زائد 8 يساوي 2 عامل X زائد 4 وفي الآخر يساوي 0X 0X يساوي 0 يعني أن جميع الأعداد الجذري حلول لهذه المعادلة أي قيمة عطيناها لX فإنها حل المعادلة هنا رابعنا حل المعادلة 5X زائد 5 يساوي 5 في الآخر تخرج عندنا 5X يساوي 0 إذن حل المعادلة هو العدد الجذري 0 إذن X يساوي 0 ثالثا حل المعادلة AX زائد B عامل CX زائد D يساوي 0 هذه جداء المعادلة A و B عدد الجذريين AX يساوي 0 يعني أن A يساوي 0 أو B يساوي 0 يعني أحد الأعداد يساوي 0 حل المعادلة AX زائد B عامل CX زائد D يساوي 0 تعني أن AX زائد B يساوي 0 أو CX زائد D يساوي 0 أمتنا معادلة 2X عامل X ناقص 1 يساوي 0 تعني أن 2X يساوي 0 أو X ناقص 1 يساوي 0 ونحل كل أحد على حدة 2x يساوي 0 يعني أن x يساوي 0 أو x نقص 1 يساوي 0 يعني أن x يساوي 1 إذن 0 و 1 هما حلة للمعادلة وكذلك هنا 3 عوام x يساوي 0 أو x 2x نقص 1 يساوي 0 أو 4x أو 4 نقص x يساوي 0 إذن نحل المعادلة هما 0 و 1 على 2 و 4 معادلة الثالثة 3x نقص 5 عامل لناقص 7 نقص 2x يساوي 0 فإن 3x نقص 5 تساوي 0 أو نقص 7 نقص 2x يساوي 0 وبالتالي فإن x يساوي 5 على 3 و x يساوي 7 على 2 إذن حلول المعادلة هما 5 على 3 و 7 و نقص 7 على 2 هذه ٻ و 6 و ساعدنا 4 و الأسابة نقص 3 و هي 0 و 3 و 3 في إنسان 7 و77 و 2 تحويله 6 و الثالثة 7 و الثالثة 7 و�د على 1 يلعكي 9 و هنا 9 و ستتبع المثال 9 و bell 10 و كذلك 9 ونصد تكذكر أولاً اختيار المجهول ثالثاً سياغات المعادلة ثالثاً حل المعادلة رابعاً التحقق من الحل خامساً الرجوع إلى المسألة مثال الشراء أحمد خمسة دفاتر وكتاب بما قدره تمانين درهم إذا علمت أن تمال الكتاب يزيد عن تمال الدفتر بعشرين درهم فاحسب ثمن الدفتر الواحد وتمال الكتاب هنا سنتبع القاعدة علينا اختيار المجهول أولاً نكتب اختيار المجهول نعتبر إيكس تمال الكتاب هنا ثانياً سياغة المعادلة إذا كان تمال الكتاب هو إيكس فإن تمال الدفتر الواحد هو إيكس ناقص عشرون لأن تمال الدفتر ينقص عن تمال الكتاب بعشرين درهم وتمال خمسة دفاتر هو خمسة عامل لإيكس ناقص عشرون ومنوفة إن المعادلة هي إيكس زائد خمسة عامل لإيكس ناقص عشرون ناقص ثمانون أي أن المعادلة أو المسألة أصبحت على الشكل التالي تمال الكتاب هو إيكس زائد خمسة عامل لإيكس ناقص عشرون وهو تمال الدفتر يعني زائد خمسة دفاتر يساوي تمانون ونحسب إيكس إيكس هو تمال الكتاب في الآخر يصبح أن إيكس يساوي تلاتون هنا نتحقق من الحل إذن تلاتون زائد خمسة عامل لتلاتين ناقص عشرين يساوي تلاتين زائد خمسة في عشر يساوي تمانون إذن الحل صحيح بالتحقق